موسيقى نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها القهوة وقودا للحافلات في لندن قالت شركة رويل داتشال وشركة تكنولوجيا النظيفة بايوبين إن بقايا القهوة ستساعد في تزويد بعض الحافلات في لندن بالوقود وفد بيان للشركتين أن الوقود الحيوي الجديد الذي يحتوي جزئيا على زيت القهوة يجري إدخاله في سلسلة إمدادات وقود الحافلات إلى صحيفة الوئام السعودية التي اخترنا منها لكم ألماني نسي أين ركن سيارته لمدة عشرين عام عرر مواطن ألماني في عام 1997 محضرا لدى شرطة مدينة فرانكفورت يفيد باختفاء سيارته معتقدا أنها سرقت ومنذ أيام قليلة كشفت الشرطة في فرانكفورت عن غموض اختفاء السيارة التي أبلغ عنها منذ عشرين عام ودلت التحريات عن مكان السيارة وتضح أن صاحبها نسي أين أوقفها اخترنا لكم من صحيفة البيان الإماراتية اكتشاف دواء يمكنه ترميم التجاويف وتنمية الأسنان جاء في تفاصيل الخبر خلص اكتشاف حديث إلى أن دواء خاص بمرضى الزهايمر قد يحل محل حشوات ترميم تجاويف الأسنان إذ يحفز دواء تيدي غلوسيب الخلايا الجذعية في لب الأسنان ويعزز إنتاج عاج جديد ويعمل على ترميم الأسنان الطبيعية ومن صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم نقرأ مخطوطة نادرة للتوراة ضبطت قوات الأمن التركية مخطوطة أثرية نادرة للتوراة يعتقد أن عمرها سبعة قرون منحوطة على جلد الغزال وبخط ذهبي في ولاية مونغلة غربي البلاد وذكرت مصادر أمنية أن قوات الدرك تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود مهربي أثار يريدون بيع مخطوطة للتوراة حيث تقمص أفراد من الأمن صفة المشترين وتواصلوا مع المهربين وختم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية أجسام فضائية وصلت إلى الأرض عن طريق الغبار الفضائي كشف بحث جديد أجره علماء بريطانيون عن دخول أجسام فضائية إلى كوكب الأرض عن طريق الغبار الفضائي إذ قال العلماء أن هذه الأجسام قد يكون تم نقلها عبر الكون وإلى كوكبنا